كم مشاهدين وكل عام وأنتم بألف خير ببذوق فجر هذا اليوم انطوى صفحات قاسية ومريرة شهدها لعام 2022 من أحداث وتطورات ازدحم بها المشهد السوداني على مستويات وجبهات عديدة وخصوصا على مستوى السياسة والاقتصاد والأمن وأزمات الحرب علاوة على الحراك الكثيف الذي شهده ملف علاقات السودان الخارجية وقد أحدثت حالة الشد والجزب بين المكوينين العسكري والمدني تأثيرا بالغا في شكل وطبيعة ومصير الفترة الانتخالية نحاول اليوم مشاهدين عبر هذه الحلقة الخاصة أن أرصد تلك الأحداث ونقف عليها بالتحليل نتدبر ونتأمل في أبعادها وتأثيراتها وأسقاطاتها المباشرة وغير المباشرة على المشهد السوداني بكل مكوناته وسيكون معنا ضيفا بالتحليل من داخل الاستوديو لبانوراما العام الفين واثين وعشرين للأحداث السياسية المهمة الكاتب الصحفي والمحل السياسي الأستاذ عثمان مرغني أهلا بكم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في بانوراما العام الفين واثين وعشرين إذن في الثالث من يناير مشاهدين علن الرئيس الوزراء المستغيل دكتور عبدالله حمدوك استقالته من منصبه بسبب انسداد أفق الحوار بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة وبسبب أزمة سياسية تكاد أن تكون شاملة قال حمدوك في خطاب لشعب أن الثورة ماضية إلى غاياتها والنصر أمر حتمي وأن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي ضف حمدوك أنه حاول تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو الكارثة وأنه التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في السودان من أجل إنهاء الأزمة دون استجابة حقيقية وفي ذات اليوم الثالث من يناير علنت لجنة أطباء السودان البركزية أن حصيلة مظاهرات بالعاصمة الخرطوم بلغت ثلاثة قتلى ومائة وثمانية إصابات أوضحت اللجنة الطبية غير الحكومية في بينين منفصلين أن عدد المصابين بلغ مائة وثمانية بينهم إثناء مصابان برصاص الحي وتزعة في الرأس بعبوات غاز مسين للدموع بينهما حالة غير مستقرة وجاءت استقالة حمدوك عقب ساعات قليلة من احتجاجات الخرطوم المذكورة وفي التاسع عشر من يناير ذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان يوم الخميس أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس عين خمسة عشر وزيرا في الحكومة تضمن القرار تعيين علي الصادق وزيرا للخارجية ومحمد عبدالله محمود وزير للطاقة والنفط في وقت سابق للعلان عن تشكيل الوزاري تفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءة وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة كذلك ضمن التعينات الجديدة عثمان حسين عثمان كوزير لشؤون مجلس الوزراء بطول عباس علام عوض كوزيرة للصناعة أمال صالح سعد كوزيرة لتجارة والتموين عادل حسن محمد حسين كوزير للاتصالات وهيثم محمد إبراهيم كوزير للصحة جراهام عبدالقادر للثقافة والإعلام وهي كلها أسماء من موظفين كبار غير معروفين سياسيا ولم تشمل الأسماء تعين رئيس جديد للوزراء ليبقى المنصب خاليا منذ استقالة رئيس الحكومة السابق عبدالله حمدوك في الثالث من يناير الجاري ومن يناير مباشرة إلى أبرز أحداث فبراير ففي التاسع من فبراير أرن حزب البوتمر السوداني المعارض إلقاء القبض على الأمين العام للحزب ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف قال يومها المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي إن قوة أمنية ألقت القبض على عمر من داخل مقار الحزب جنوبي الخرطوم أضاف إن القوة التي يعتقد أنها تتبع للشرطة اختادته إلى أحد مقار الشرطة دون ذكر تفاصيل أجل إعلان مشاهدين حينها بعد ساعات فقط من القاء القبض على القياد في تحالف الحرية والتغيير ومقرر لجنة إزالة التمكين السابق وإيدي الصالح بواسطة قوة أمنية كما أكد عمر الفكيش شقيق عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكيس سليمان أن الأخيرة أتقل أيضا وتجددت الاعتقالات بعدما تم الإفراج عن ثلاثتهم في وقت سابق بعد إجراءات التوقيف التي أعقبت قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر من العام عشرين واحد وعشرين قبل أن يطلق صراحهم لاحقا بعد توقيع اتفاق بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة السابق عبدالله حمدوك في نوفمبر من ذات العام أيضا في فبراير في السادس والعشرين من فبراير مشاهدين أبحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقل وحمدتي مع نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر موفين بحثات عزيزة تعاون العسكري والسياسي بين البلدين أعقل بيان لمجلس السيادة السوداني نحن أن تلتقى نائب وزير الدفاع الروسي في طار زيارة رسمية إلى موسكو أتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السوداني وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة وتكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية وفق ما ذكر البيان ويومها قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان رسمي أن زيارة حمدتي إلى روسيا تفتقر للمعايير الدبلوماسية وتخالف العرافة الدولية خاصة في ظل الوضع الإقليمي المحتقن في أوروبا وشرقها جاء زيارة حمدتي في ظل عملية عسكرية أطلقتها روسيا الدوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة ومطاربات بتشديد العقوبات على موسكو إذن مشاهدين الكرام من أحداث فوبراير إلى مارس وفي الحادي عشر من مارس تحديدا كشفت الحكومة السودانية التزام دولة الإمارات العربية بدفع وداء عمالية للبنوك السودانية دون أن تحدد قيمتها ويعاني سودان من أزمة اقتصادية طاحنة تضمن ترفع الدعم عن سلع رئيسية فيما سجلت قيمة العملة المحلية خفاضا كبيرا وجرى تداول الدولار الواحد بواقع ستمائة جنيه سوداني بعد إيقاف الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات المالية الاقتصادية برامج دعم اقتصادي ومالي لسودان إثرى قرارات الفريق ركن عبدالفتاح البرهان في أكتوبر من العام 2021 وذلك بغية الضغط على العسكريين لعادة قيادة الانتقال الديمقراطي لحكومة مدنية واستقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آلنهيان وفقا لتعميم صادر من مجلس السيادة السوداني بقصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له إذن في مارس أيضا من الأحداث المهمة في الثالث والعشرين من مارس عربت الولايات المتحدة عن إدانتها الشديدة للتزايد الملحوظ لعمال العنف في السودان الأسيما في مناطق دارفور والنيد الأزرق وجنوب كردوفان دعية إلى فتح تحقيق فوري في الأحداث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان رسمي بلاده تطالب بوقف فوري لعمال القتل والاعتداء الجنسي والتهجير القسري وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان وأدعى البيان إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وأضاف نذكر المواقعين على اتفاقية جبل السلام بالتزاماتهم بتوفير الأمن في هذه المناطق وتسعي لتحقيق سلام مستدام أقالت الخارجية الأمريكية إن هذه الأحداث توضح استمرار الحاجة إلى آليات المراقبة والإبلاق عن طريق مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية بالسودان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إذن مشاهدين مباشرة في أبريل ومن أحداثه المهمة في الخامس من أبريل مشاهدين انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم علي كوشيب بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية ذلك برئاسة القاضية جوانا كورنر وتم التلاوة التهم على المتهم الذي أصر على براءته من كل التهم المنصوبة ونقل المتهم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو من العام 2020 بعد أن سلم نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى وكان أول موثول له أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخامس عشر من يونيو 2020 وعقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من ماريو 2021 وفي التاسع من يوليو 2021 أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام ضد كوشيب تمت إحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية وتتضمن التهم الواحد وثلاثين تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب والقتل العامد الذي يشكل جريمدا ضد الإنسانية بالإضافة إلى جرائم الحرب المتمثلة في النهب وتدمير المتلكات العدو والاعتداء على الكرامة الشخصية والاقتصاب والنقل القسري والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية واشروع في القتل العامد مباشرة إلى أبريل أيضا في السابع من أبريل برأت محكمة سودانية رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إبراهيم غندور وإثنى عشر آخرين من تهم تغويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب في حكم نهائي غير قابل للاستئناف وانعقدت جلسة محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم وذكر حزب المؤتمر الوطني في بيان إن القضاء السوداني النزيه يعلن الفصل في البلاغ وبراءت كل المتهمين على ذمته وهم إبراهيم غندور وإثنى عشر آخرين من قيادات ورموز وشباب الحزب بعد رحلة تغاضي طويلة استمرزها إثنى وعشرين شهرا إذن مشاهدين الكرام في هذه الأحداث أيضا مباشرة من أبريل إلى مايو حيث وقع نحو مئة من التنظيمات السياسية والمجتمعية والدينية والإدارات الأهلية في السودان على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي دعما للسيادة الوطنية والانتقال الديمقراطي ورفضا لما سموه التدخل الأجنبي في الشأن السوداني تتعرض البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان لانتقادات لاذعة من قوى السياسية والمكون العسكري المسيطري على السلطة وسبق أن هدد رئيس ميليس السيادة عبدالفتاح البرهان هدد بطرد رئيسها فولكر بيريس بعد أن اتهمه بالتدخل في الشأن السوداني وتجاوز التفويد الممنوح له وفقا للإعلان فإن الموقعين توافقوا على الرفض التام لتدخلات الأجنبية وانتهاك السيادة الوطنية مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي البناء والدعم لمصالح البلاد أوقع على إعلان دعم السيادة أحزاب سياسية أقلبها داعم لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في مايو أيضا في التاسع والعشرين من مايو مشاهدين أوصى ميليس الدفاع والأمن برفع حالة الطوارئ وإطلاق صراح جميع المتهمين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني جاء ذلك خلال اجتماع المجلس على هيئة أمنية بالبلاد في العاصمة الخرطوم وفق بيان صادر عن مجلس السيادة يتكون مجلس الدفاع والأمن من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات وذكر البيان أن المجلس بحث خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني ونقل البيان عن وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين قوله إن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان شملت رفع حالة الطوارئ في جميع نحاء البلاد كما شملت التوصيات إطلاق صراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث وضمن البانوراما أيضا مشاهدين ما حدث في الثامن من يونيو حيث انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أولى جلسات الحوار الوطني المباشر برعاية الآلية الثلاثية لمحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد وعلن رئيس البعثة الأممية في السودان فوركر بيريتس في مؤتمر صحفي بالخرطوم شروع الأطراف السودانية في مناقشة قضايا الحوار والأطراف المشاركة فيه وكان هدفنا تقريب المواقف خلال الحوار المباشر بين السودانيين لإنهاء الأزمة في البلاد وطفى بيريتس نشجع الأطراف الخارجي على دعم الآلية الثلاثية وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الإيجادة لدعم الحوار في السودان وتابع بالقول يتم البحث بشأن طبيعة الميليس السيادي وصلاحيات الحكومة ورئيس الوزراء ولفت إلى أن المرحلة الحالية تنتهي بحلول الانتخابات وشارك في الجلسة ممثلون عن 14 حزبا سياسيا في السودان وحضر جلسة الحوار عن المكون العسكري نائب ميليس السيادة محمد حمدان دقل حمتي وعضواء الميليس سمس الدين كباشي وإبراهيم جابر في حين قطعت قوى الحرية وتغيير الاتلاف الحاكم السابق الحوار لأنه لا يخاطب جذور الأزمة المتمثلة من قلاب الخامس والعشرين من أكتوبر حسب بيان أصدرته وأيضا مشاهدين الكرام في يونيو وفي السابع والعشرين منه توجه رئيس ميليس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى منطقة الفشقة المحازية للحدود مع تيوبيا التي تتهمها الخرطوم بعدام سبعة جنود سودانيين بالإضافة إلى مدني مباشرة إثر علان الجيش السوداني بأن الجيش الأثيوبي عدم سبعة من جنود سودانيين ومدنيا كانوا أسرى لديه منذ أشهر قال الجيش السوداني في بيان قام الجيش الأثيوبي بعدام سبعة جنود سودانيون ومواطنة كانوا أسرى لديهم وأثيوبيا قامت بعرض جثث الأشخاص الذين تم عدامهم على الجمهور واتعهد الجيش السوداني بأن هذا الموقف القادر لن يمر بلا رد وسنرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه فالدم السوداني غال دونه المهج والأرواح واستعاد السودان نتيجة عمليات عسكرية 92% من هذه الأراضي الخصبة العام الماضي وذلك لأول مرة منذ 25 عاما بعد انسحاب الجيش السوداني منها في الرابع من يوليو أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في بيان رسمي حل المجلس السيادي عقب تشكيل حكومة جديدة في البلاد مشيرا إلى أنه سيلتزم بمخرجات حوار القوى الوطنية مع الآلية الثلاثية المشتركة للسودان أفاد بغدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تحسره الآلية السلاثية من أجل إفساح المجال أمام القوى السياسية الأخرى أقل البرهان في البيان أن انسحاب الجيش من الحوار يهدف إلى إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءة وطنية من أجل إكمال ما تقتضيه الفترة الانتقالية ألفت إلى أنه سيتم تشكيل مجلس آخر وسيكون مجلسا أعلى للقوات المسلحة يتألف من القوات المسلحة والدعم السريع تولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهمات الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهماته بالاتفاق مع الحكومة في الرابع والعشرين من يوليو تم لعلانه عن إنشاء تحالف جديد يضم حركات وأحزاب وبرظمات مدنية وإسعى لإسقاط السلطة الحاكمة في البلاد وسط استمرار الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني قال الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيف في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن التحالف الجديد يحمل اسم تحالف قوى التغيير الجذري في السودان ويضم أحزابا وتنظيمات مدنية اضطرت بحسب حديثه إلى حمل السلاح وكيانات مهنية ولجان مقاومة ومن بين هذه الكيانات الحزب الشيوعي تجمع المهنيين السودانيين تحالف مزارع الجزيرة والاتحاد النسائي واللجنة العليا للمفصولين وهيئة محامي دارفور وقدام المحاربين فضلا عن تنظيمات مدنية اضطرت إلى حمل السلاح في السودان ارتفاع حصيلة الضحايا الذين غضوا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد إلى سبعين وسبعين وذكر المجلس القومي للدفاع المدني في السودان إن حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات ارتفعت من خمسة وسبعين إلى سبعة وسبعين بعد تسجيل حالة وفاة في شرق دارفور غربي البلاد أخرى في شمال كردفان وسط السودان أضف المجلس أنه جرى تسجيل إصابة ثلاثين شخصا آخرين بسبب هذه الفيضانات على صعيد الخسائر المادية قال المجلس أن أربعة عشر ألفا وخمسمائة منزل تعرضت إلى انهيار جزئي في منهار بشكل كلي أكثر من عشرين ألف منزل في أحداثنا المهمة في شهر قسطس لعام الفين واثنين وعشرين وفي الخامس والعشرين من أغسطس وصل جونغ وادفري إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة الأمريكية في السودان منذ ما يغارب الخمسة وعشرين عاما وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن السفير الجديد سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة بدوره رحب علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف بدوره رحب وزير الخارجية السوداني المكلف بوصول السفير الأمريكي قائلا إن ذلك يشكل بارقة أمل ونقطة انطلاق جديدة في علاقات البلدين يشار إلى أن واشنطن قلصت في العام سبعة وتسعين تسعمائة والف تمثيلها الدبلوماسي في السودان إلى مستوى القائم بالأعمال فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية وحادية على الخرطوم ووضعتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام ثلاثة وتسعين إلى أن أزالتها منها في ديسمبر من العام عشرين عشرين وفي الثامن من سبتمبر فرغت لجنة خبراء قانونيين من صياغة أعلان دستوري من ستة وسبعين بند لإدارة فترة انتقالية لعامين في حين وقع خمسة وأربعون جسما على رؤية من أربعة نقاط لتوحيد قوى الشارع وشملت أهم بنود الإعلان الدستوري الجديد قامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد وجاءت سياقة الإعلان الدستوري بناء على مخرجات جلسة عقدتها نقابة المحاميين السودانيين شهر الماضي وشارك فيها طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني وبحضور كثيف لرؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية والدولية في ذات الشهر من سبتمبر وفي الثاني والعشرين منه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان التزامه بتحقيق السلام في البلاد وتعزيز الانتقال السلمي وصولا لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية جاء ذلك في قطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك أورده الموقع الإعلامي الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي السوداني وأضاف البرهان يسعدني أن أشاطركم التطورات السياسية في السودان والتزامنا بالعمل على تحقيق السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولا لتحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية استشرافا لحكم مدني يمثل كافة السودانيين وأتابع بالقول البرهان في إطار ذلك ولتاحة الفرصة للمدنيين للحوار والتشاور قررنا في بيان للقوات المسلحة بتاريخ السابع من أبريل 2022 انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار وعدم المشاركة في السلطة وفي أحداث العام 2022 المهمة أيضا ضمن البانوراما من شهر أكتوبر في الأول منه عاد إلى البلاد محمد طاهر إيلا آخر رئيس وزراء في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير من منفاه الاختياري بمصر وحظي إيلا باستقبال شعبي حاشد في مدينة بورت سودان شرقي السودان التي وصل إليها مباشرة من القاهرة وطغى على الاستقبال الطابع القبلي والإثني ويعد محمد طاهر إيلا المنحدر من قبيلة الهدندواء كبرى قبائل شرق السودان واحدا من أبرز رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول ونظام الرئيس المخلوع عمر البشير أقد تولى عددا من المناصب منها وزير النقل في الحكومة المركزية وال البحر الأحمر ووالي الجزيرة قبل أن يعين في السابع عشر من فبراير 2019 رئيسا للوزراء ليمكث نحو سبعة أسابيع في المنصب قبل أن يسقط نظام البشير في الحادي عشر من إبريل من نفس العام وفي أكتوبر في العاشر منه أعلن رئيس ميليس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان والآلية الثلاثية الأممية الأفريقية التي تقود الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلنت اقتراب التوصل إلى تسوية لحل الأزمة السياسية بالتراضي بين جميع الأطراف كما أبدالبرهان لدى مخاطبته حجزا جماهيريا بمنطقة كدباس في ولاية نهر النيل شمال السودان أبدأ تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجا في الأيام المقبلة مشيرا إلى أن الجميع بدأوا يستشعرون المخاطر التي تحيط بالسودان أكد أن القوات المسلحة لم تنحاز لفئة أو حزب قائلا من يقولون أن القوات المسلحة تدعم حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير كاذبون لا تدعوهم يغشونكم وفي التاسع من نوفمبر مشاهدين رفضت الأمانة السياسية للمجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة بشرق السودان رفضت الاعتراف بحكومة الخرطوم أو أي سلطة في مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى مشيرة إلى تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجة في وقت يشهد المجلس خلافات داخلية أعلن مجلس نظارات البجة في بيان تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجة برئاسة الأمين السياسي وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانونا ودعت إلى انعقاد لجاني الثورة بكل مناطق الإقليم عبر مناديبهم في الخابس عشر من نوفمبر وذلك بالتنسيق بين لجنة التصعيد الثوري بالمجلس وأمانة العلام والهيئة السيادية لتقرير المصير وأمانة الشباب أشارت إلى أنها ستعمل على توسيع اللجان وتنظيمها وإعادة ترتيب برامجها وتمتين أبنيتها التنظيمية ووضع البرامج التفصيلي للحراك وعلن التصعيد الثوري الشامل بالإقليم لأجل هدف واضح جدا وتنفيذ قرارات مؤتمر سينكات فقط وفي الثاني والعشرين من نوفمبر وصل زعيم الحزب الاتحادي الدموقراطي محمد عثمان الميرغني إلى العاصمة السودانية الخرطوم للإسهام في حل الأزمة في البلاد وعاد الميرغني من العاصمة المصرية القاهرة بعد غياب دام نحو تسع سنوات على متن طائرة خاصة بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقد اصطفى البيئات في محيط مطار الخرطوم الدولي لاستقبال الميرغني وهم يحملون العلامة الوطنية ويرددون الأناشيد ورفع مواطنون لافتات كتب عليها مرحبا بعوضة الميرغني جمعا للصف ونعم لتحقيق الوفاق الوطني والميرغني أمل الأمة ويعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده الميرغني حزبا فاعلا في المشهد السياسي وأكبر لحظات في السودان أدار شؤونه لسنوات من القاهرة أما في ديسمبر مشاهدين تم في العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على اتفاق إطاري بين العسكريين وقوى سياسية متعددة ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات أحضر مراسم التوقيع التي جاءت في القصر الجمهوري رئيس ميليس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان نائبه محمد حمدان دقالو حميتي سياسيون وديبلوماسيون من دول عربية وأوروبية ومن أبرز المواقعين على الاتفاق الإطاري وفق ما أوردته المصادر حزب الأمة القومي المؤتمر السوداني التجمع الاتحادي والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة والاتحادي الحسن الميرغني التحالف الوطني السوداني والجمهة الثورية الهادي إدريس وحزب البعث القومي بقيادة كمال بولاد وتجمع المهني نباء في نفس الشهر مشاهدين وفي الخامس والعشرين من ديسمبر اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه يتحمل مسؤولية انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلا أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة كما أشار عمر البشير في مرافعته حول انقلاب يونيو إلا أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث الثلاثين من يونيو من العام تزعة وثمانين تزعمائة وألف وقال البشير إن قضية الانقلاب هي قضية سياسية مشيرا إلى أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين كشف عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب ألم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب أن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية وبدأت المحكمة في العام 2020 ومن المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل أرفع بعض المتهمين الذين كانوا من كبار المسؤولين في عهد البشير مسؤوليتهم وفق مداولات سابقة للمحكمة إذن المشاهدين بعد قليل مباشرة للتحليل والوقوف على التعقيب لهذه الأحداث وأهم الأحداث بطبيعة الحال العام 2022 مع الكاتب الصحفي والمحل السياسي الأستاذ عثمان جديد مشاهدين الكرام في بانوراما قناة البلد للأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل عام في السودان التي جرت خلال العام 2022 ذكرنا في الجزية الأولى مختطفات من هذه البانوراما بشكل طريقة سرد معينة مثل الأخبار أو تفاصيل مختصرة بالنسبة لهذه الأحداث المهمة والتي طبعا فيها العديد من التفاصيل التي تحتاج للتوقف والتحليل ولهذا نسعد جدا يكون معنا داخل الأستودي أستاذ عثمان مرغاني صحفي المعروف والمحلل السياسي مرحبا بك أستاذ عثمان نورنا كثيرا الله يعرفيك كل عام تم خير إن شاء الله سنة مختلفة وعام جديد يعني يختلف عن سابقاته إن شاء الله أنا أتوقع ذلك 23 لن يكونك الأعوام السابقة إن شاء الله ناحية إيجابية ومسلبية إن شاء الله إيجابية إيجابية طيب أستاذ عثمان يعني سؤال أول مباشر وبشكل واضح ومبسط ومختصر بالنسبة لأستاذ عثمان مرغاني كمراقب كصحفي كمتابع كمحل السياسي للوضع في السودان بشكل عام شنو ممكن يكون حدث العام 2022 من وجهات نظرك طيب الله نحن بقياس حقيقي ودقيق عشان ما نكون بس مجرد بناخد أحداث بزاوية بقياس الأحداث نفسها أيهما كان أفضل الأحداث أو أكثر الأحداث يعني ربما شدا للانتباه خلينا نقول بصورة مباشرة وصريحة سنة 22 هي سنة سقطت من حياة الشعب السوداني بلا أحداث هي سنة مجردة تماما من الأحداث الحقيقية وللأسف شريط كانت سنة محسوبة على عمر الشعب السوداني الوطني بلا مقابل ليس فيها ما يمكن أن يقال إنجاز أو علامة فارقة أو تقدم في مجال معين ليس هناك ما يمكن أن يميز 22 بأي درجة من درجات كل الأحداث التي كانت مرت بهذا العام داخليا يعني في السودان وليس خارجيا أنا أعتقد كانت أقل كثير جدا مما يمكن أن يذكر وإشار إليها باعتبار أنه حدث في هذا العام 22 فربنا يعودنا عن 22 وهي سنة محسوبة من عمر الشعب السوداني كلهم ممكن يسقطوها ويعتبروها سنة يعني ربنا يعودنا بسنة أخرى أفضل منها 23 أستاذ عثمان هذا الأمر تحديدا ربما حدا بالكثيرين بالهجرة إلى خارج السودان نسبة لهذا العوض وانت ذكرت هذه المسألة في عديد المرات عبر صفحتك على الفيسبوك ويعني تسافر وتهاجر الأسر من أجل وضع أفضل من أجل خدمات صحة تعليم وغيره إلى أي مدى قد يكون أو تكون هذه الفترة الانتقالية عموما ساهمت في الهجرات الشبابية في العقول السودانية للأسر السودانية طيب خلينا كلمة هجرة دي ما كلمة ملطفة كثير جدا وفيها كثير من المعاني ربما الإيجابية لأن الهجرة طابع الحركة البشرية على العموة الإنسانية لكن الذي يحدث هو هروب هروب ليس بالمعنى السلبي التقهقر أو الابتعاد من المعركة لكن الهروب من الكارثة الكارثة التي تحدث المنظر الذي يمكن أن يشاهده الإنسان عندما يكون هناك حريق في مكان ما خروج الناس من المبنى يساوي خروج السودانيين الآن من السودان لأن الذي يحدث الآن الطبقات وأنا أقول لك الكلام ده بكل دقة أستاذ حزيفة الطبقات العلية جدا الثرية أثر الأثرياء الأقل منهم والأقل منهم في الثراء متدرج حتى أدنى الفقراء كلهم الآن في حالة هروب هروب جماعي من السودان الذي يملك المال والذي لا يملك الذي يملك بيت متواضع في أقصى أطراف العاصمة يطمح في أن يبيع البيت دبئي ثمن ويسهب ويبحث عن بيت آخر في دولة مجاورة أو أي دولة أخرى أو هناك الشباب اليائس جدا الذي لا يملك أي شيء يركب الحافلات السفرية ويعبر المسافات الطويلة إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط ويركب في مراكب هو يدرك أن إمكانية حياته والوصول إلى الضفة الأخرى ربا قد تكون أقل من 50% مع ذلك يوافق على أن يركب هذه المقاطرة باعتبار أنه في كل الأحوال هو ميت أن يكون داخل بلاده وأقرب هو أشبه بالميت فلذلك يفضل أن يقاطر على أمل 50% أن يصر إلى البر الآخر فهناك حالة هروب كامل من السودان نتيجة للأوضاع أنا ما بقول الأوضاع الاقتصادية لأنه ممكن هناك دول أخرى تمر بأوضاع اقتصادية لكن غياب الأمل ما فرق بالناس بين أنه يكون إنسان فقير ولا يجد المال وبين إنسان لا يملك الأمل في وجود مستقبل الإنسان تماما محطم ليس في التقويم أمامه تقويم المستقبل أي ما يمكن أن يبشر بأن هناك الفراج سيحدث وذلك الأسفة شريطة واقع على شعب السوداني إحباط ويأس كبير جدا يزداد مع الأيام كل يوم يزداد هذا اليأس ترسيخا على جميع الأصعد يعني سياسيا وقتصاديا وأمنيا ضافة لأزمات الحرب والسلام والحراكة الكثيف الذي نشاهده ربما في ملف العلاقات الخارجية بالنسبة للسودان لكن يبقى المهم بالنسبة للجميع وما نتابع لها أستاذ أثمان مرغني هي مسألة الشدوى الجذب التي تحدث ما بين المكوناين العسكرية والمدني طيلة الفترة الانتقالية هي من عمق من جزور الأزمة في السودان خلال هذه الفترة نعم هي طبعا ليست مكونين هي مكون عسكري فعلا ومكونات مدنية متناحرة متشاكسة لا تستطيع أن تتفق وذلك ربما هذا هو سبب الأزمة المكون العسكري هو مسؤول لأنه ارتكب الانقلاب العسكري جريرة الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 وضع البلاد في مأزك حقيقي يعني مهما كانت التبريرات مهما كان حديث عن الوضع في الفترة الانتقالية وكان وضع سيء في كل المقاييس وكان لم تكن هناك حكومة قادرة على إنجاز طموحات الشعب السوداني لكن لا يبرد ذلك الانقلاب عليه لأن الآن الانقلاب وضع البلاد كلها في المربع الذي انقلبت عليه الجماهير في أبريل سنة 2019 يعني بعد التخلص من النظام القديم والسعادة الوضع الطبيعي للدولة السودانية في المجتمع الدولي الآن كل ده انتهى واصبحنا نعيش في نفس العزلة القديمة ونعاني من نفس المشاكل القديمة هذا الوضع ينعكس بصورة كبيرة جداً على الشعب السوداني وللأسف الشريط المكونين انت ذكرتهم المكون العسكري والمكون المدني بخلافاته هم ممتضررين هم ليسوا ضحايا الوضع الراهن هم يعيشوا حياتهم عادية جداً أولادهم في أحصر مدارس ربما يكونوا في دول أوروبية في أوضاع جيدة أسرهم تعيش جيد إذا مرضوا وإن شاء الله لا يمرضوا فهم لا يتعالجون في المستشفات السودان ولا يحتاجوا لها ولا يحتاجوا لأنه يعرف أنه في رسوم قد تتساءل من وين يعني بيصرف السياسيين تحديداً اللي بيصغروا في المنابر وفي المنتديات وفي أركان النقاش وفي الحلقات عبر تلفزيونات المحلية والعالمية بيصرفوا من وين والله يتلغوا جهتليم السؤال ده هم سيقول لك أن الله هو الرزاق العليم ومريم كانت في محراب يأتيها رزقها وهي تجلس في المحراب يعني ليس هناك تفسير ربما صحيح هناك تحليل لكن ليس هناك تفسير واضح لهذه المسألة لكن الواقع أنهما ما متأثرين أنا متأكد تماماً ربما يحاجج بعض الساسة هو من المكوينين المكوين العسكري والمكوين المدني بأنه لا نحن متأثرين نحن ننظر للأسى وننظر للمشكلة لكن ليس هناك على الإطلاق ما يؤكد ذلك في المسلك الذي نراه الآن ما مناه في زاوية الحل ما الإنسان المزنوق الإنسان الذي يعاني من مشكلة يبحث عن حل نعم ويبحث عن حل وينظر للساعة لا ينوم أنا متأكد الساسة ليس هناك ينوم من أجفونهم ولا يتذكروا وللأسف شريد أنا أقول لك الكلام ده على الثقة تماماً لا يتذكروا ولا يبحثوا عن حل بصورة طبيعية حقيقية إلا عندما يكون هناك غريب أجنبي هو الذي يشعل أو الذي يعني يحرك يحرك بمعنى أنه يدعوهم أو يقترح أو يصرح أو يقوم بأي عمل في نهاية يلفت النظر بأنه يجب البحث عن حل لكن الأطراف كل واحد جالس في قندقه كل واحد جالس في مكانه وينتظر السماء أن تمطر ذهباً وفضة لأنه في نهاية هو ما متأثر هو ما في نهاية للأسف شريد بالعكس أنا أعتقد الآن هناك ما يشبه لوردات الحرب لوردات السياسة الذين يعيشون ويتعايشون ويتكسبون من وجود الأزمة في حالة عدم وجود الأزمة قد لا يستطيعوا أن يمرسوا حياة طبيعية سياسية نعم أنت ذكرت بعض الانقلاب الذي حدث في الخامس والعشرين أكتوبر تأزمت البلاد أكثر في ظل وجود أزمة أساساً وكل الموارد المتاحة من أجل السداء من معينات خارجية أو داخلية أصبحت غير متوفرة بالنسبة للمواطن السوداني زادة التضخم الغلاء وبالمناسبة ازدياد أيضاً كبير على الصور البطالة ومعدلات الفقر هذه المسألة كانت جلية عقب ربما رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك قدم استقالته في الثالث من يناير بداية العام ربما هو كان الحدث المهم في بداية العام وفي خطبة شهيرة تحدث طبعاً لكل وسائل الإعلام الشعب السوداني الآن أسلمكم هذه الأمانة ورد إليكم أمانتكم عبدالله حمدوك الآن بعيد عن المشهد لمدة عام كيف تنظر إلى هذه المسألة أستاذ عثماني القناة يعني هو الصفحة نعتقد انطوط يعني الصفحة الدكتور عبدالله حمدوك هو تولى الرئاسة الوزراء في توقيت حريج جداً ما بعد الثورة كان مسنود بالدفع والدفع جماهيرية لم تتحقق لقاء السياسي إلا السيدة الإمام محمد أحمد المهدي في القرن التاسع عشر منذ ذلك العهد في القرن التاسع عشر لم يتحقق لزعيم سياسي قوى الدفع الجماهيرية والتأييد والسند والدعم مثل ما تحقق الدكتور عبدالله حمدوك كان ده مفترض يكون هو القوة التي يمكن أن تحدث التغيير ما في كل أي تغيير يحتاج إلى قوى الدفع يعني زي الطائرة عندما تقلع من الأرض ده ما تغيير تقلع من الأرض للفضاء نعم تفعل ذلك بقوة الدفع يعني من غير قوة الدفع لا تستطيع هي تجري على المدرج حتى تستطيع أن تستكمل قوة الدفع اللازمة للانتقال إلى مرحلة مرحلة الفضاء مرحلة الطيران في الهواء قوة الدفع كانت موجودة قوة الدفع قوية الشعب السوداني كان في الشارع ظل في الشارع مش كان في الشارع ظل مثابر على الشارع عسى ولعل أن تبتدي البلاد أن تقلع في الفضاء لكن للأسف الشديد الوضع كان أشبه بأن يكون هناك شخص لا يعرف حتى قيادة السيارة يجلس أمام خلف كبينة طائرة ويطالب بأنه يضغط على زرار لتطير الطائرة لم تستطع الطائرة أن تطير فكان الوضع بعد ذلك طبيعي أن يستمر بهذا السوء إلى أن يسهل أسوأ ما يمكن أن يحدث وهو أن يكون هناك انقلاب عسكري في توقيت لا يمكن أن تكون هناك ثورة حية وموجودة في الشارع ويحدث انقلاب دل لم يحدث في تاريخ السوزان انقلابات العسكرية كانت تأتي بعد فترة من حكم الأحزاب فترة يحدث فيها نوع من الزهد من جانب الشعب في أن يكون هناك نجاح من جانب الأحزاب كما حدث مثلا في الفترة الدموقراطية الثانية 64-69 عندما حدث انقلاب لميري في 69 في اليوم الأول بعد الانقلاب افتتاحية صحيفة الأيام كان عنوانا اللهم لا شماتا افتتاحية صحيفة الأيام اللهم لا شماتا يعني خلاص الحمد لله ذهبة الأحزاب لكن لأول مرة في التاريخ يكون في عنفوان الثورة والشعب الثائر لسه ما زال في الشارع يحدث انقلاب عسكري فذلك طبعا يعني أربك الحياة تماما الدكتور عبدالله حمدوك في تلك اللحظة طبعا أصبح هو نفسه معتقل نعم هو نفسه خرج من دائرة الفعل نعم بعد عادة يوم 21 نوفمبر كان من الممكن أن يبدأ بداية جديدة بصورة قوية جدا لأنه لا يزال في تلك اللحظة يتمتع بقوة دفع الشارع عودة دو كانت إيجابية من وجهة نظر إيجابية جدا كان قرار سليم نعم ليه؟ لأنه فرصة مرة ثانية لاستعادة التحكم وفي نهاية السلطة عبارة عن قوة انت رجحت مرة أخرى لمكان القوة تستطيع أن تدير المعركة من داخل وكان الوحيد ربما الشخصية المقبولة أيوة تستطيع أن تدير المعركة بشرعية دولية وشرعية داخلية من رئيس وزراء لكن عوضا عن ذلك هو انتظر طرف ثالث وهو الحرية تغيير أن ترضى وتوافق أن تركب معه في المركب وطبعا هذا هذا أنا أعتقد تصرف لا ينوم عن زعامة سياسية قدرة على قيادة يعني هذا تصرف أقل كثير جدا من قامة أي زعيم سياسي أما سأل ضعف لخبرات السياسية عادة موجود مستشارين أما سأل ربما هي شخصية شخصية الدكتور عبدالله حمدوك هي شخصية توافقية شخصية يعني لا تميل للمواجهة الشخصية يمكن أن يسبح في البحر الذي ليس فيها مواجه لكن كل ذلك لم يكن موجود في اللحظة وهو الذي تولى فيها رأسة الوزراء طيب إذن مباشرة لحدث آخر في 19 من يناه الحدث مهم وهو طبعا تعيين عاقب استقالة الدكتور عبدالله حمدوك تعيين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح برهان لعدد من الوزراء كمكلفين نذكر على سبيل المثال الصادق علي للخارجية محمد عبدالله محمود للطاقة والنفط وغيرهم لكن نذهب مباشرة إلى شهر فبراير وفي فبراير كان هناك ربما يعني زيارة وصفها البعض بالغريبة وغير مفيدة بالنسبة للسودان وهي زيارة حمدتي إلى موسكو في ظل الحرب التي كانت دائرة آنذاك وما زالت حتى الآن ما بين أوكرانيا وروسيا طبعا هي الزيارة دي نعتقد هي كانت حدث مهم من زاوية سلبية وحدث يكشف إلى أي مدى أن السياسة الخارجية في السودان هي مجرد يعني اجتهدات فردية لمن بيده السلطة سواء كان في المجلس السيادي أو خارج مجلس السيادي في وزارة الخارجية أو غيره ودلالة أكثر على عدم وجود الدولة لأنه في النهاية أي زيارة لأي مسؤول في مستوى خاصة لمستويات الرفيعة هي تعبر عن سياسة خارجية هي ما اسمها زيارة هي سياسة خارجية سياسة خارجية هو في النهاية واحد من أدوات ممارسة السياسة خارجية تتم عن طريق الزيارات صحيح زيارات دي واحدة من أدوات ممارسة السياسة خارجية فهل يؤقل أن يكون هناك مستشارين أو خبراء سياسيين أو من ينظر في السياسة أو أوراق السياسة الخارجية ويمكن أن يختار هذا التوقيت لزيارة روسيا أنا أعتقد دليل على عدم وجود هذه السياسة الخارجية ودليل آخر على أن الدولة عبارة جزر لكل شخص اتهداته الخاصة في مجال الذي قد تتضرر منه البلاد وقد يكون مناقط أحيانا وبالناسبة طيب هذه خلينا نقول مناسبة عشان بس أحدث حاجة قد تكون هي واحدة من السمات الغريبة في الدولة السودانية في أي دولة لما يكون في رئيس رأس الدولة وفي نائب لرأس الدولة رئيس جمهورية ونايب لرئيس جمهورية أو رئيس مجل السياسة ونايب لرئيس مجل السياسة في العادة يكون الفعل عموما عند الرئيس النائب دائما يكون هو نائب الفاعل بمعنى أنه إذا لم يكن في الإمكان للرئيس أن يقوم بعمل معي لا يسوف هو ينوب عنه نائب رئيس الأمريكي أي نائب في أي مكان هنا نائب رئيس يقوم بفعل في السودان الوضع معكوس نعم دائما هما رأسان يعني مثلا على سبيل المثال إذا أزع رئيس مجلس السياسة في يوم 4 يوليو 2022 في نفس السنة أزع بيان والتزم فيه باسم المؤسسة العسكرية قال أننا سنخرج من المشهد السياسي ونخرج من الحكم ونسلم للمكون المدني إذا توافق على حكومة تنفيذية هذا رئيس مجلس السياسة يأتي حمدتي هي مش يأتي الشارع كله ينتظر ما الذي يجب أن يقوله حمدتي الشارع نفسه يعرف أن هناك هذا نصف الرأي يجب أن يكون هناك نصف الآخر يجب أن يصهر حمدتي فيضطر حمدتي وهو كان في دارفور يتابع ملفات هناك يضطر أن يسافر ويجي يوم 23 ويزع بيان يقول أنا موافق على ما قاله الرئيس نعم يصهر يتم التوافق على الوثيقة الإطارية الاتفاق الغير الاتفاق السياسي الإطاري الغير فيصهر أمام الجميع رئيس المجلس السيادة باعتبار أنه موافق على هذا الاتفاق وأنه يعني شاهد على أو يوقع على هذا الاتفاق يجب أن يصهر النائب أيضا ليقول أنه موافق على الاتفاق إلى ما تعزي هذا الأمر يعني أستاذ الدولة بها رأسان عمليا هي بروتوكوليا مراسميا رأس واحد ونائبه عمليا بها رأسان لا بد في كل مرة من التأكد من أن الرأسين متفقان وهذه مشكلة في أي لحظة ولذلك عندما تثار أحيانا لا 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 هي ليست مشكلة القوة النظامية أنا أعتقد أنها ربما خلاف في منهجة العمل السياسي الرئيس المجلس السيادة لديه طريقة معينة يدير بها الأوضاع نائب رئيس مجلس السيادة يختلف معه في المنهج السياسي لدارة هذه القضايا هي تضر بالدولة؟ طبعا ما بالضرورة لازم تضر ما لا يمكن أن هذا دوضع غير طبيعي في النهاية الدب يعني على الأقل أن هناك حتى على مستوى القيادة ليس هناك انسجام فيما يتعلق بالقضايا السياسية التي خاصة القضايا السياسية المفتاحية طيب في أيضا فبراير أعلن كان حزب المؤتمر السوداني المعارض قال قبضة على الأمين العام الحزب ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف وطبعا توالت عمليات القبضة أنا ذاك لكن دعنا نذهب مباشرة إلى مارس وفي مارس أدانت الولايات المتحدة ربما في واحدة من الأحداث المهمة مسألة العنف الزايد في السودان خصوصا في مناطق دارفور والنيل الأزرق واجروب كردفان ودعت إلى فتح تحقيق فوري في هذه الأحداث عبر بيان رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية هذه المسألة ربما أستاذ عثمان المتابعة للأحداث بشكل عام خلال هذا العام يتابع استمرارية هذه الأحداث إلى حتى الآن إلى يومنا هذا ونحن نتابع أحداث بليل وأحداث زهال الجي وغيرها حتى الآن كيف يمكن أن تفسر هذه المسألة في حين وجود اتفاقية السلام مواقعين على الاتفاق موجودين وفي مناصب حكومية طيب نستعيد للذاكرة أن هناك أحداث كانت في الجنينة الأولى ثم الأحداث مرة أخرى في كرينيك قربة الجنينة ثم أحداث مرة أخرى في كرينيك ثم أحداث في شرق السودان ثم أحداث في جنوب كردفان ثم جاءت بعد ذلك أحداث في النيل الأزرق على الدفعات مرة أولى ثم مرة ثانية وكانت دائما هناك الصدامات أهلية في مختلف عنحاء السودان ينتج عنها قتلة أحيانا بالمئات خلال ساعات قليلة ودائما تنتهي بأن هناك لجنة وهناك ترتبات من جانب الحكومة للتحقيق وتحديد مسؤولية الجهات التي ارتكبت هذه الجرائم من أجل المحاسبة ولم يمثل شخص واحد أنا الآن أتحدث بالضبط عن ألفين قتيل ألفين نحن نتحدث إذا كنا عن المظاهرات المواكب هي ميتين في حدود ميتين نفطرت كده داخل العاصمة وخارج العاصمة في حدود ميتين على نطاقة السودان الاشتباكات الأهلية قتلت ألفين مواطن سوداني هل هناك أيضا أطراف ثالث يعني أستاذ مام مرغني أو كامل الفضائي لا حتى غير الأطراف أنا بتكلم الآن عن من المسؤول يعني أنا لو في النهاية في كل الاشتباكات دي في مختلف الشرق والغرب والجنوب وكل المناطق إذا ألقي القبض على شخص واحد فقط في واحد من هذه الجهات وقدم للمحاكمة نقول والله يا أخ فيه إجراءات ننتظر نصبر باعتبار أنه فيه بروسس شغالة فيه نيابة فيه غيرها فيه إجراءات عدلية لكن أن يموت ألفين وحد اللحظة دي ما نسمع بشخص واحد بوقف أمامهم من الذي قتلهم من الذي يقتل الناس الآن في بليل من الذي يقتل الناس في زالينجي مسلسل مستمر يعني هي تتغير بس المناطق اسمها المناطق لكن أسهل حاجة قتل الآخر أحيانا بأجندة أحيانا بسبب شاحن بتاع موبايل أحيانا بأحيانا ما سألت تفشي السلاح أستاذ أطمان لا تفشي السلاح السلاح لا يقتل الذي يقتل العقل الذي يحمل السلاح صحيح لكن المسألة الانتشار السلاح تحديدا في هذه الفترة الانتقالية بهذا الشكل في كل ولاية السودان هل هناك دول خارجية تساعد في هذه المسألة أم أن هناك تمويل لهذه المسألة يعني إيقاظ الحرب بين الفيناء والأخرى في مناطق مختلفة في الربوع السودان هي لما نقول دول أخرى لما نقول طرف ثالث لما نقول انتشار السلاح لما نقول هذه بتدي راحة نفسية للينا نحن يعني قضية النيل الأزرق وما حصل من مجازر في النيل الأزرق كنا نتابع هذه المسألة ودخول السلاح بكميات كبيرة هناك فاعل سياسي دائما هناك أجندة سياسية تستخدم الخلافات القبلية مهما كانت صغيرة أو قبيرة تستخدم الانقسامات التي تحدث بين العشائر في مناطق معينة كأدوات عمل سياسي لأنه في النهاية الذي يكسب من هذه الصراعات هم سياسيين هم موجودين في السلطة بصورة ما الآن السودان رغم متعددة جيوش التي يفترض الآن حسب اتفاق السلام الذي يوقع في جوبا في الثالث من أكتوبر 2020 أن هذه الجيوش شكلت فرق مشتركة لتحقيق الأمن الواقع لما تدرس تفاصيل هذه الخروقات الأمنية في مختلف الحالة السودان تجد أن الجيوش بمختلف مسمياتها هي جزء من العملية لسبب بسيط مش لأنها مؤسسيا جاءتها بتعليمات من المركز أن نخليكم جزء من العملية بيكون السبب الرئيسي أن هذه الجيوش لديها قوميات مرتشركة عضوية هذه الجيوش في هذه المناطق تصبحها بالضرورة جزء من النيران التي تشتعل لأنها تنحازل المكونات القبلية التي تنتمي إليها نعم هذه من القضايا والأحداث المهمة لكن في أبريل هنا قد يتم مرتبطات ببعضها أو حدثين حدث أول في خامس من أبريل أولى جلسات محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية بالمقابل تبرئات محكمة سودانية لإبراهيم غندور وإثنين عشر آخرين من تهم تغويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب كيف تقرحها؟ طيب المحكمة الجنائية الدولية هي أصلا محكمة بديلة في حالة عجز القضاء الداخلي عن تعقيق العدالة في قضايا معينة وضعت الآن أمام محكمة الجنائية الدولية هناك قضايا لسا لا تزال تطال بعض الأسماء الأخرى هي في افترض حسب النظام القضايا للمحكمة الجنائية الدولية أنه في حال عدم توفر العدالة والمحاسبة داخل البلد أي بلد تتم الاستعاد عنها بعدالة خارجية وعدالة دولية الآن يمثل علي كوشيب في قضايا من النظام السابق نسبة لأنه لم يمثل لهذه القضايا داخل السودان يعني كان ممكن تجنب القضايا الدخيل أو القضايا الأجنبي بمثوله لنفس هذه القضايا داخل السودان لكن للأسف شديد دي واحدة من مشاكل الدولة السودانية أحيانا عدم قدرة القضايا الوصول لكل الذين يجب أن يحاسبوا أو أن يضعوا أمام العدالة القضايا الأخرى التي تتعلق ببعض رموز النظام السابق هذه دوت شيء آخر أنا أعتقد لمأساة الدولة السودانية في الوقت الراهن استخدام أحيانا الإجراءات العدلية بأسس سياسية يعني أنك تعتقل الخصوم لفترات طويلة جدا بحجة أنه والله هم يقدموا للعدالة ثم يمكن صوريا يقدموا بقضايا معينة أمام القضايا ثم تكتشف في نهاية أنه المسائل دي كلها هي مجرد استخدام سياسي للعدالة والأسف المسائل دي شائعة بين كل الخصوم كل من يجلس على كرسي السلطة يستخدم بعض ذلك آليات العدالة في الاقتصاد من الجانب الطرف الآخر لأنه الآن بعد الإنقلاب أيضا اجعكست بس الآية نعم أصبحت موجهة ضد الطرف الآخر طيب نذهب إلى مايو وفيها أوصى مجلس الدفاع والأمن كواحدة من أبرز الأحداث في هذا الشهر برفع حالة الطوارئ وإطلاق صراح جميع المعتقلين لأي مدى تنظر إلى أن هذه المسألة سهمت في تهيه المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني داخل السهدان خلال تلك الفتحة يعني هي كانت خطة رمزية مهمة في ذلك التوقيت وساعدت كثير فعلا في أن توجد نوع من البيئة التي تسمح بالحوار بين المكونات من أجل وصول إلى تزمية لكن النتيجة أنها لم تؤثر كثيرا على الواقع الحال يعني بعد ذلك الحوار نفسه تعثر كثيرا ولم يفتع الحوار الحقيقي إلا بعد التدخل أو بعد التتشين مبادرة نقابة المحامين أنا أعتقد أن هذه البداية الحقيقية للحوار الحقيقي لكن قبلها كانت هناك نوع من المزايدات نوع من استخدام المنابر التفاوضية لتحقيق نقاط ضد الأطراف الأخرى كانت هناك الآلية كانت هناك عملية سياسية تحت رعاية الأمم والتحدي البحثة السياسية تم بعد ذلك الزج بالاتحاد الأفريقي والإيقاث في هذا المسار وقونت الآلية الثلاثية والآلية الثلاثية بعد ذلك لم تستطع أن تقوم بعمل حقيقي اللي يجمع الأطراف في طاولة واحدة هي عملت مؤتمر واحد أو لقاء واحد في السلام روتانا هذا اللقاء كان هو نفسه مثل مشكلة جديدة أكثر من أنه تقديم حل أنه في النهاية لم يستطع أن يمضي أكثر من الخطوة الأولى التي قام بها في الرابع والعشرين من يوليو أستاذ عثمان تم الإعلان عن شهد تحالف جديد باسم التحالف الجزري الذي ضم طبعا حزب الشويعي تجمع المهنيين لجال مقاومة وغيرهم كيف تنظر إلى هذا التحالف والذي أضافه للمشهد السودان خلال الفترة الماضية هو الفكرة فكرة الحزب الشويعي التي هي التغيير الشامل حزب الشويعي أعتقد أن الثورة لا يمكن أن تكتمل ولا يمكن أن تحقق التغيير حقيقي بالطريقة التي السلمية والطريقة الهادئة والمتدرجة التي تبعتها وأنه لا بد من أن يكون هناك عمل ثوري ممتد ومستمر يغير كل ما هو موجود على السودان الجديد القديم بسودان جديد والتغيير وتغيير سياسي اجتماعي ثقافي اقتصادي تغيير شامل لكل البنية التي يقوم عليها السودان وهذا طبعا عمل أنا أعتقد من الصعوبة بمكانة أن يكون هناك إمكانية عملية أن يكتمل والفكرة دائما هي فكرة راديكالية يعني تحتاج لإفتراض أنه العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مثل هذا التغيير ولا أعتقد يتحقق أنا في تقديري أقرب هو تعبير عن اليأس يعني هو تعبير عن اليأس أكثر من أنه تعبير عن إمكانية إحداث تغيير حقيقة طيب الحدث المهم 25 من أغسطس وصول جون جودفري إلى الخرطوم ليكون أول سفير لولاية المتحدة الأمريكية في السودان لفترة ما يقارب 25 عام أستاذ أثمان كان لديك أيضا معه حوار صحفي مثير ومتابعه الجميع كيف تنظر إلى هذه الخطوط طيب الخطوة حصلت في التاريخ لأنها كانت أصلا هي منتوقعة هي كان فيه إجراءات مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائل والرهاب بموجب هذه الإجراءات تدخلت الولايات المتحدة لمساعدة السودان في التخلص من عبء الديون الثقيلة التي كانت تكبل الاقتصاد السوداني ووقفت الولايات المتحدة مع السودان خلال فترة طويلة وكان من ضمن هذه الترتيبات التي هي تطبيع العلاقة مع المجتمع الدولي أيضا تطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية باستعادة الوضع الكامل للسفارة في الخرطوم والكلام ذا كله كان ماشي في البروست الذي حدث أنه اكتملت هذه الخطوة في الفترة ما بعد الانقلاب عشان لا يربط بيننا أنه تعبر عنه هل في رابط ما بين هذا الأمر وهذا الحدث الذي حدث أيضا في 22 سبتمبر هو خطاب يمكن يكون السيدة البرهان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعني نعتقد الأمران مفاصلان تماما هو السودان عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة شارك حتى قيادات النظام القديم السابق البايد شاركوا في بعض جلسات الأمم المتحدة لكن عدم قدرة رأس الدولة البشير في ذلك الحين في المشاركة في جلسة الجمعية العامة وكان هو كان يرغب ذلك وحصل لأنه مرة قدم الجواز بتاعه وطلب التأشيرة للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمم المتحدة كان بسبب متعلق به هو شخصيا لأنه يخضع لإجراءات من المحكمة الجنائية الدولية وكانت الولايات المتحدة الأمم المتحدة ترفض وجوده أو تعطاهه تأشيرة الدخول فإذن أصلا ترتبات وجود رأس دولة في السودان وقادر على أنه المجتمع الدولي للوضع الانقلابي في السودان طيب هناك حدثين نربطهم مع بعض يعني أكتوبر في الأول منه عودت محمد طاهر إيل آخر رئيس وزراء في حكم البشير وفي نوفمبر في الثاني والعشرين من نوفمبر وصول زعيم الحزب الاتحاد الديمقراطي إلى السودان محمد عثمان المرغني وما بينهما الكثير من التفاصل يعني هذه ترتيبات ما كانت مسألة بمحفظ الصفة الدكتور محمد طاهر إيل هو لديه قاعدة شعبية جيدة في البحر الأحمر البحر الأحمر منقسم تماما سياسيا وعشائريا وقبليا بين مكونات مختلفة هناك وجاءت قضية مسار الشرق في اتفاق سلام جبا لتصب الزيت على النار واشعلت فعلا ما يشبه الحريق في الشرق واصبح الوضع في الشرق يعني مقلق جدا خاصة بعد الإجراء الذي تم قبل فترة بإغلاق الشرق وتأثيراته بعد ذلك على الاقتصاد والوضع السياسية فأنا أعتقد في ظل مثل هذا الوضع أختينا جهة ما اختارت الدكتورة محمد طاهر إيل ليأتي إلى الشرق ليحاول أن يجمع هذه القوميات المختلفة والفعاليات السياسية وأنا أعتقد الحد كبير هو نجح نعم هو نجح هو نجح بزاويتين نجح في أنه يوجد حوار ثنائي بينه وبين هذه الأطراف ونجح في أنه يقدم خطاب يخاطب الروحة الثورية التي كانت بالأمر الواقع موجودة الروحة الغاضبة الثورية على مستوى القواعد فهو كان بالناس يتكلم باللسانين لسان موجه للقواعد نعم وأحيانا كثيرا يكون باللهجة المحلية غير معروفة لأهل السودان نعم وأحيانا استخدم اللغة العربية العادية في خطاب آخر أكثر نعومة وخطاب فيه روحها قومية وذي كلها مقصود أنه يجمع الشرق على كلمة واحدة حتى يمكن للشرق بعد ذلك أن يتجنب مصير الانزلاق إلى حرب أهلية وهو كان على شفاء حفرة من هذا المصير نعم عودة المرغني وربما كان هناك حديث عن أنه السبب الأساسي ربما التوحيد والتأليف ما بين الأبناء الاثنين الحسن وجعفر في قيادة الحزب عودة المرغني هي لها ترتيبات كثيرة هي لعب فيها دور داخلي القيادة الأسكرية في السودان ودور خارجي من جانب مصر باعتبار أنه هو حليف استراتيجي لمصر وهو بتعتقد مصر أنه عامل محفز للاستقرار يعني بمعنى أنه النهج الذي يتبعه أصلاً هو نهج يساعد بعد كده في تسكين الأوضاع في المشهد السياسي السوداني المرغني لما جاء هو في ظل خلافات داخل حزب نفسه نعم وانقسامت داخل البيت صحيح يعني ليس الحزب حتى في داخل البيت هو جاء ليس فقط ليحسم هذا الخلاف بل ليضع الحزب ونعتقد هذه الخطوة الحقيقية التي حدثت في مرحلة ما قبل الوصول إلى موقع القرار في الدولة السودانية هناك في ظل الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان الآن هناك إحساس من كثير من الفاعلين الداخلين والخارجين أنه لابد الآن من تخطي هذا الوضع بالعودة مرة أخرى للأحزاب التقليدية التي تتولى باعتبار أنها هي جماهيريا أعمق نعم أنها تلعب دور أكبر وهي الحزب الاتحادي بالتحديد وحزب الأمة أنا أعتقد المرغني جاء في هذا السياق أنه يضع منصة لإمكانية أن يكون حزب الاتحادي وحزب الأمة هم القاعدة يمد عليها الحكومة القادمة حتى تتجاوز قضية الخلافات بين المكونات السياسية المدنية وتسهب في البلاد إلى منتهى نهاية الفترة الانتقالية وانتخابات تفضي بعد ذلك الأوضع المستدام في ديسمبر أستاذ عثمان حدثين مهمين نبدأ مع الأول وهو الذي اعتبره البعض الحدث الأبرز في العام 2022 نسبة لعدم وجود طبعا أي حكومة مكلفة أو حكومة رسمية كلها موجودة الآن مكلفة فقط بين العسكريين وقوى سياسية متعددة تمهيدا لاستعادة المسار الديمقراطي وإنهاء الانقلاب كما يتحدث البعض كيف تنظر إلى هذه النقطة وأهميتها بالنسبة للسودان في هذه الفترة الانتقالية طبعا هو الاتفاق الاطاردة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه نعم الفرصة الحقيقية وأنا بقول الكلام ده والله بكرره بصورة مستمرة الفرصة الحقيقية كانت في يوم أربع سبعة بعد خطاب البرهان الذي التزم فيه بخروج المؤسسة العسكرية كان مفترض تبدأ من هنا مفاوضات للتسليم وتسلم بس من غير أي أجندة حصر المفاوضات فقط في إنهاء الحكم العسكري إنهاء الانقلاب وتولي حكومة مدنية فقط نعم بند واحد نعم لكن الحرية تغيير أخطأ تخطأك سياسية والأسف شريطها دائما مستعدة لتكرار هذه الأخطأ أخطأ تخطأ سياسية وسعت فيها دائرة القضايا والأجندة التي يبحثها حوار بين الحرية التغيير وبين المكون العسكري يعني المكون العسكري اللي كان بيقول يوم أربع سبعة أنا أريد أن أخرج وكان يمكن أن يحاور في ظل هذا الالتزام أصبح يناقش الآن من هو رئيس الوزراء وما هي الصفات رئيس الوزراء وكيف تدار فترة الانتقالية وتفاصيل فترة الانتقالية وافترض أنه أصلا هو ما جزء هو ليس جزء من الفترة الانتقالية فده أنا أعتقد تقديرات خاطئة التقديرات الخاطئة دي كان الخروج منها بما يسمى بالاتفاق الإطاري ولعل هذا أصبح بعلاته بما فيه هو مجرد بوابة للخروج خروج من المأزق فقط ولذلك كانت أنا أعتقد مقبولة في كل الرغم من المعارضة الكبيرة حتى بظل المعارضة أنا أعتقد هي المخرج هي بوابة منس في مكان مغلق الاتفاق الإطاري بوابة تطلع خروج بس ما فيه أكثر من رمزي بعد ذلك الاتفك بعد هذه البوابة هو المحك طيب ونعتقد في فرصة بعد ذلك كان يمكن أن تكون هندسة هذه العملية بأن الاتفاق الإطاري نفسه يكون قاعدة منصة لجمع القوى المدنية على علاته يعني كل قوى المدنية توقع له على علاته لتنشأ بعد ذلك إمكانية لأن يكون هذا التوافق المدني هو نهاية وجود السلطة العسكرية بتسليم السلطة لهذا التجمع المدني ثم القضايا الخلافية بتاعت الاتفاق النهاي وهذه قضايا قطيرة جدا كلها تحال لحكومة مدنية يعني تبحث في ظل وجود حكومة مدنية لكن للأسف جديد الترتيبات الآن سيظل المكوين العسكري موجود لبحث قضايا تفاصيل تفاصيل الفترة الانتقالية وأغلق الظن هذه القضايا غير مقدور على حلها في الزمن القريب فمعنى ذلك تكريس وجود السلطة العسكرية هي قضايا مهمة طبعا من بين العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية واتفاقية جوبا وخيرا لكن نختم معك بتصريحات البشير عمر البشير الرئيس المعزول الذي تحدث ربما لفترة طويلة يعني خلال المحكمة عن مسألة تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو وذكر بأنه الاعتراف هو السيدة الأدلة وأنه هو من يتحمل مسؤولية انقلاب الثلاثين من يونيو طبعا هو لم يتحدث البشير والناس حتى الآن ما قدر يفهم المسألة ده ما كان مؤتمر صحافي ده محكمة الذي يتحدث هم هيئة دفاع البشير ده ما شغل المحامين ده شغل المحامين هم البرتة والمسائل دي أنه المجموعة 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 عليكم أن تنكروا نعم كلكم نعم نافع وكل المجموعة أنكروا أنت لا سبيل للإنكار أنت لزيحت البيان إذن من هنا نخلق منصة إعلامية وليس قضاية هم المطلوبة الآن منصة إعلامية لتحويل القضية من قضية جنيه قانوية نجحت إلى أبعد درجة نعم نعتقد الذي سنع هذا السيلاليو كان زكيا جدا استغل كل الظروف المحيطة بهذه القضية وخلق منها منبر إعلامي منبر إعلامي قدم مرافعة ما عنده علاقة بالقانون مرافعة كانت سياسية كانت بعدد فيه إنجازات والبشير كانت بتكلم إنجازاته وأنا عملت لكم وأنا ويستميل يعني بعض الجهات السياسية برسي الرسائل والرسائل دي من ناسبها خطورتها قد لا تكون تدركها الآن هي الرسائل دي مقصود منها الموضع القادم محاولة تهيئة المناخ والبيئة لتسوية سياسية تشمل الجميع كان دايما في الحديث عن التسوية السياسية تذكر عبارة إلا المؤتمر الوطني صحيح هذا الإجراء مقصود منه حسف الإلا لن يكون هناك إلا بموجب هزرته إجاد نوع من التطبيع المسألة المتوقعة من وجهة نظرك ممكن تطبق على أرض الواقع إلا المؤتمر الوطني ستتأول الأمور إلى هذا الوضع ستتأول إلى مصالحة شاملة إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ الثمان مرقاني كل عام تبخير ومنياتنا شكرا سوداني بالرخاء والتنمي والاستقال شكرا جزيلا إذا مشاهدين وصلنا بكم للختام تمنياتي لكم دائما بدوم الصحة والعافية كل عام وأنتم بألف خير وكل التيمة العامل في قناة البرد إلى جديد الملتقى في عمال الله